هناك إشارة لنستفيدها أيضا من أحدى نصوص ذكرات الدعوة الدعية كون أن أعظم الكرمات هي الاستقامة على دين الله والالتزام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وهذا ما أعجب الشيخ حسن البنى رحمه الله في شخصية الشيخ الحصافي دعنا نستمع إليه في هذا النص هذه الناحية هي التي أثارت في نفسي أعظم معاني الإعجاب والتقدير وكان الإخوان يكثرون من الحديث عن كرامات الشيخ الحسية فلم أكن أجد لها من الوقع في نفسي بقدر ما أجده لهذه الناحية العملية وكنت أعتقد أن أعظم كرامة أكرمه الله بها هي هذا التوفيق لنشر دعوة الإسلام على هذه القواعد السليمة وهذه الناحية العملية من الحفاظ على محارم الله سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكل ذلك ولم تتجاوز سن الثانية عشرة نحتاج أن أعرف من هو الشيخ الحصافي الذي أعجب به الشيخ حسن البنى أولا أنا فاتني أن أقول في تعريف بالبنى بأن ورده هو الشيخ عبد الرحمن السعاتي المحدث المعروف وصاحب العمل الجليل وهو ترتيب مسند أحمد على الأبواب الفقهية نعم نعرف أن مسند أحمد مرتب بالصحابة رواة الأحاديث نعم فالشيخ عبد الرحمن السعاتي خرج أحاديث المسند ورتبها على الأبواب الفقهية واستشدى البنى في حياتي والدين نعم صحيح الشيخ البنى طبعا الحديث عن البنى ذكر في مئات البرامج ومئات الوثائقيات ولكن أنا أحببت أن نتوقف عند نماذج من نشأته الروحية التي يجب أن نعرف أنه لابد للدعية من زاد الروحي الذي يعينه في حركته نعم الشيخ البنى مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بزغت معه منذ بداياته يعني في المدرسة الابتدائية كان عمل جمعية سماها جمعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نعم وعمل تنظيم من الأطفال الصغار لكي هؤلاء الأطفال الصغار لما يشوفوا أي حد عمل حاجة مش كويسة يكتبوا له رسالة ويخبوها له في مكان من الأماكن نعم بحس يعني يلتقطها يقول لك واحد مثلا بيعمل فرح ما فيها حاجة مش ملتزمة وهكذا نعم وهم شباب صغار وهم شباب صغار نعم يقول لك لغاية هما اكتشفوا التنظيم ده يقول لك احنا محدش كان يتحرز من الأطفال نعم فالأطفال كانوا عندهم اطلاع على المنكرات نعم وكذلك لما بيحب يسيب ورقة في مكان محدش بياخد باله نعم لغاية لما واحد صاحب قهوة اكتشف الايه اكتشف الطفل وهو بيسيب الجواب فعرفه حكاية اليومية فهو منذ لحظته الأولى وهو عنده هذه الدفعة العملية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح الواقع الذي هو فيه نعم هذه النشأة الروحية التي نشأها وطبعا من المشهور انه انضم الى الطريقة الحصافية الطريقة الحصافية كان شيخوها الشيخ حسنين الحصافي وكان مقروه في شبرخة لكن البنى لم يقابل هذا الشيخ انما تلقى عن ولده شيخ عبدالوهاب الحصافي لكن هو بيقول انه كان بيسمع الشيخ عن الشيخ الحصافي فبيسمع عن كراماته وعن يعني ما تحقق على يده من الخوارق ومسألة صبره وجلده على الطاعة والقيام بالفرائض والقيام بالنوافل فلا يهتز لهذه الأخبار بقدر ما يهتز لأخبار هذا الشيخ في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ويذكر عن الشيخ حسنين الحصافي انه مرة دخل على الخدوي توفيق فسلم عليه فالخدوي توفيق اشار اليه بيده فوقف وقال هذا لا يجوز لك قال تعالى واذا حييت بدحية فحيوا بأحسن منها اردوها فلا يجوز الرد بالإشارة فقط هذه كانت جرأة منه كذلك كان في مجلس وفيه رياض باشا اللي هو رئيس الوزراء في ذلك الوقت وكان في المجلس رجل يضع في يده خاتما من الذهب وعصاه فيه مقبض من الذهب فنصح هذا الرجل وقال هذا حرام على الرجال حلال للنساء فانت اخلع هذا واعطيه لبعض حرمك وحاول ان يتدخل بينهم الناظر المهم ان الشيخ حسنين الحصافي رفض ان يكمل المجلس دون ان يتخلى هذا عن الخاتم وعن المقبض ومرة اخرى كان في عند وجه من الوجهاء فدخلت عليه الخادمة تقدم الشاي فكانت مكشوفة الرأس والذراعين فرفض الشيخ حسنين ايضا ووعظها ووعظه واحد من المشايخ حاول يسلم على رئيس الوزراء فانحنى له قال لك فضربه بقبضته على وجهه قال له لا تركع الا لله يعني لا ولا تذل العلم فيذلكم الله حسن البنة بيقول ان هذه المواقف في الامر بالمعروف وانه يعني المنكر كانت اشد في نفسي من حديث ما وقع على يديه من الخوارق ومن الكرامات فلكن هذه الطريقة الحصافية وطعت في نفس البنة كثيرا من المعاني الروحية التي ذكر بعضها وهي امور مهمة يجب ان نتوقف عندها يعني مثلا من ضمن المواقف التي لا انسها انه بيقول احد المشايخ يعني احد اعضاء هذه الطريقة كان يجمعنا ونحن صغار فيذهب بنا الى القبور نعم وهناك عند القبور يقول لنا انظروا يعني هؤلاء اناس موتى كل واحد فيهم يتمنى ان لو بعث ليقول سبحان الله فتزيد حسناته كلهم انقطع عمله يقول فيظلوا يعظونا حتى نتأثر ونبكي ويعني نرى حال القبور فنتذكر قالوا في الاخر يعاهدنا على التوبة وعلى تجديد العهد مع الله وفي لحظة التأثر على يدي يربط حول معصم كل واحد في ايده كده خيط من الخيوط ويقول انه اذا دعتك نفسك الى معصية فيعني ايه تلمس هذا الخيط وانظر فيه وتذكر انك قد عهدت الله على التوبة هذه يعني هذه الوسيلة تذكرني فيما بعد باللي كنا نشوفه في الجماعة التنمية البشرية لما كان وهي فكرة كيف يستفيدوا من مسألة الاختباط الشرطي في مسألة معروفة في علم النفس هي مسألة الاختباط الشرطي طيب هذه وسائل قديمة ابتكرها او اخترعها هؤلاء الجماعة المتصوفة واستفادوا منها في الدين لم يستفيدوا منها في الدنيا انا فاكر واحد صاحبنا كان بيحكي لي عن مسألة التنمية البشرية دي بانبهار في وقته الكلام ده يمكن قبل عشرين تارتا وعشرين سنة فبيقول يعني مثلا كلينتون كلينتون له حركة اللي هي الحركة دي كده بيعملها كده بيقول الحركة بيقول احنا يعني كيف تستفيد من الارتباط الشرطي لو انت مش واثق بنفسك نعم حاول تقعد قعدها خالية مع نفسك وتستفيد وتتذكر كل نجاحاتك وانجازاتك وما قمت به والناس اللي مدحوك حتى تصل الى حالة من التشبع النفسي وبعدها في هذه الحالة اعمل حركة ما نعم بحيث ان الحركة دي ترتبط بلحظة النجاح تستحضر ما استحضرته في ذاكرة فانا بقولك انه هذه الوسائل موجودة في تراثنا موجودة عند الجماعة المشايخ المتدينين والمتصوفة والمربيين نعم مش علشان الدنيا نعم انما علشان الاخرة نعم ففي الاخر الناس استفادت من علم النفس رغم ان هما محدش هيذكرهم لا هيقولوا ده بتاع باب وغيره